العلاقات التركية والسعودية عموما هي علاقات كانت دائما خاصة من قبل تركيا تصبو أن تكون في أحسن أو في أوج العلاقات تركيا تعطي أهمية كبرى للسعودية التي تعتبر هي ذات ثقل استراتيجي ليس فقط اقتصادي في المنطقة وإنما أيضا ذو مكانة إسلامية عالية بسبب مكانة الحرمين الشريفين ومكة والمدينة بالإضافة إلى أن السعودية هي الدولة الوحيدة العربية الخليجية الموجودة في دمن أقوى 20 دولة اقتصادية في العالم مع تركيا وبالتالي هاتان الدولتان السعودية وتركيا يمثلان أمل الأمة يمثلان الثقل الاستراتيجي في كيفية المحافظة على ثوابت الأمة والقوة الاقتصادية والنهضة الصناعية وأيضا المحافظة على مواجهة التحديات الخارجية هم أمل الأمة يعني تركيا والسعودية الثقل لأنهم مثلا كجناحي طائرة أو كجناحي صاروخ تطير بهم الأمة تركيا والسعودية أمل الأمة نعم هذا هو المفروض هذا هو ما يعول عليه ما تعوع عليه الأمة جمعاء وبالتالي تركيا كانت دائما تحاول أن تحبط ما يتم دسه من دسائس ومن محاولات للإيقاع بين التركيا والسعودية ودائما مع مجيء حزب عدالة والتنمية ومع مجيء رجب طيب أردوان كان يعلم حق اليقين بأن هناك من يريد أن يوقع بين الدولتين الشقيقتين التي تجمعهما الكثير من أواصر الروابط وقليل جدا ما يفرق بينهما ولكن مع الأسف نقولها بصراحة هناك من نجح في أن يقود الدفة في السعودية لأن يكون هناك من استثمر في قضية أن يوجه تيار معادد التركيا نتكلم بصراحة في السعودية يوجد طياران التيار الأول تيار الملك سلمان الذي يتصف بالحكمة ويتصف بأنه هو طيار ناضج وهناك ترتيب أولويات وهناك يعلم بأن من الحكمة والحنكة والسياسة ألا يصطدم مع تركيا أو ألا يعاد تركيا إذا ما كان هناك قواصم مشتركة فيتم تقوية العلاقة مع تركيا وهذا من أهم الأسباب في تأسيس ما يسمى المجلس الاستراتيجي العسكري الأعلى التركي السعودي عام 2015 بوجود الملك سلمان نفس الملك سلمان اللي أنا أتكلم عنه الآن قبل خمس سنوات كان هناك صفقات أسلحة تركية سعودية كان هناك استشارات تركيا السعودية حتى الفريق السواحل أو خفر السواحل السعودي وقع عقد مع تركيا لأن يكون هناك استيراد من الأسلحة التركية للخفر السواحل السعودي إلى هذه المرتبة العالية وصلت العلاقات ونتذكر حينها وصلت الأمور لتوقع عاصفة حزم في سوريا تركيا سعودية تركيا سعودية نعم ولكن حتى أنه جمال خاشقجي رحمه الله تحدث عنها نعم كانت تقالب قوي جدا وهذا ما يعني يثلج صدر الأمة أن يكون هناك المال الخليجي والخبرة التركية والتطور الصناعي التركي والأخوة الإسلامية هذا ما تصب إليه الأمة ولكن التيار الآخر استثمر به أعداء الأمة ونتكلم بصراحة يعني أمريكا والغرب استثمروا في محمد بن سلمان الذي هو تم جره من خلال محمد بن زايد وبالتالي أصبح هناك استثمار لتيار آخر ما يسمي بتيار التجديد أو تيار ما يسمى أهداف 20-30 وهذا التيار محمد بن سلمان محمد بن زايد هؤلاء ضربوا بعرض الحائط كل التوازنات الإقليمية بالعكس تماما تم تصوير بأن تركيا هي دولة ذات أطماع استعمارية وتريد أن تعيد أمجاد الدولة العثمانية وهي دولة ذات لها مآرب توسعية وصوروا بهذه النقطة النقطة الأخرى هو قلب الموازين أيضا من قبل الدول التي هي مفروضة أن تكون دول أصدقاء للأمة الإسلامية مثال السعودية والإمارات انقلبت على مبادئها الأساسية في موضوع الملف السوري وعلى الثورة السورية واستعدت تركيا وبدأت لشيطن تركيا وبحجة أن تركيا هي مسؤولة عن ما يحدث في سوريا وأن تركيا هي دولة محتلة وبدأ هناك ما يسمى دعم الجناح الآخر وهو المليشيات الانفصالية التي تعتبر تركيا أنها إرهابية سواء البي واي دي والواي بي جي والبككا بالنسبة الملف السوري دعم ما يسمى الثورة المضادة في مصر والنظام السيسي وأيضا تخطأ التركيا وشيطن تركيا دعم أيضا حفتر وهو يعتبر أيضا هو يعتبر مليشيات مضادة ضد الحكومة الشرعية تجد أن هناك أصبح استقطاب ولعل مفتلق الطرق حدث تماما عندما تم الحديث عن ما يسمى محاولة الانقلاب الفاشلة والضلوع الإمارات ومن وراء الإمارات في تمويل جماعة غولان ثم بعد ذلك وجدنا أن هناك ترد في العلاقات في قضية محاولة ما يسمى الانقضاض على قطر وحصار قطر وتدخل التركي في وقته المناسب وتجديب المنطقة برمتها أزمة اندلاع حرب تأكل الأخضر واليابس بين الأشقاء ثم بعد ذلك نجد أن حديث قضية خاشقجي في 2018 ألقت بقوة يعني هناك تصرفات رعناء هناك مغامرات يعني لا ترتقي لأن يكون هناك حكام دول أن يقوموا بها عندما يتم استدراج صحفي مدني لا يملك لا سلاح ولا هو محسوب على أي تنظيم إرهابي إلى قنصلة بلاده ثم يتم قتله وقد تقطيعه بالمنشار ولا نعلم هل هو أذيب بالأسيد أم تم حرقه بفرن بدرجة ألف درجة مئوية ويتم السكوت ومحاولة إعطاء رشاوي الحكومة السعودية مسؤولة عن إعطاء رشاوي سياسية بداية من ترامب صفقات بمئات المليارات لكي يسكت ومحاولة إعطاء رشاوي سياسية للنظام في تركيا للحكومة التركية من أجل أن تسكت تركيا عن ما يسمى الدم خاشقجي خليني أقاطعك هنا لأنه مهم هل من الآن المناسب العودة إلى ملفات ما قبل الاتصال الهاتف الأخير أم لابد من البناء على ما يجري من الطرفين ومن أعلام الطرفين تعلم أنت فيه فيه هجوم مكينات إعلامية تشون هجمات منذ فترة طويلة على تركيا هل الآن مناسب العودة إلى الخلف إلى نكء الجراح كما يقول البعض أو لا لابد من المحاسبة قبل فتح صفحة جديدة أي الأنسب يا سيدي سأجيب وهو سؤال مهم وأشكرك عليه ولكن ما قلته هو عبارة عن فقط استرجاع لطبيعة العلاقات كيف كانت ولماذا كان هناك انتكاسات دعني أكمل هذه الفكرة فقط عند هذه الانتكاسة ما الذي حدث انقلبت الأمور من قبل الطرف السعودي إلى شيطنة تركيا والهجوم على تركيا لأن تركيا لم تتماشى مع مصالحها للسعودية لم تسكت عن جريمة خاشقجي لم تتدعم السعودية في مواقف كثيرة ضد مصالح الأمة خصوصا في الملف السوري والملف المصري والملف الليبي وبالتالي أصبح هناك شيطنة تركيا وتركيا أنها هي البعض وأنها الخطر القادم ربما الأخطر من إيران وبالتالي عند هذه الأمور بدأ تصعيد غير مصفوق من قبل الطرف السعودي من الدولة السعودية وأستثني الملك سلمان وأستثني التيار الأول الذي هو التيار يتصف بالحكمة والاتزان وكيفية المعادلات السياسية الخارجية وتيار ولي العهد الذي بدأ بأحداث ريتس كارتون وبدأ بحامة الاعتقالات والتغيير ضمن السياسة الداخلية في السعودية والسعرات القوة كل هذا من أين جاءت هذه القوة بأنه كان يستند على ترامب ترامب والبيت الأبيض هو الذي أعطى الضوء الأخضر لمحمد بن سلمان لكي يظهر قوة صاعدة مستقبلية في السعودية تريد أن تحقق أهداف تخدم الغرب أكثر بمتهدف الأمة الإسلامية وحتى الشعب السعودي في هذه المرحلة كان موقف تركيا واضح كانت لا يمكن أن تتماشى مع هكذا تغيرات هي ستطول في المنطقة إذن أنهي بهذه الجملة السعودية بدأت بهجوم غير مسبوق إعلاميا بل حتى رأيناه آخر فترة تجاريا غرف التجارة مقاطعة المنتجات التركية والتشنيع بتركيا إعلاميا صباح مساء شيطنت تركيا وأردوان وأصبحت تركيا كأنها العدود واللدود وأصبح هناك هجوم غير مسبوق الآن فجأة في يوم وليلة تسمع تصريحات بأن الملك سلمان اتصل ويريد دعم من تركيا ومن أردوان في إنجاح حكمة العشرين فجأة بعد 24 ساعة تسمع وزير الخارجية السعودي من مصور يقول لك نحن العلاقات بيننا وبين تركيا علاقات أكثر بالرائعة فجأة تسمع بأن هناك أيضا حديث من طرف محمد بن سلمان يشيت بأردوان ويتم فجأة الصمت المطبق على كل الهجوم الذي كان يشنق فقط قبل أيام أو ساعات أو أسابيع ضد تركيا لذلك آتي إلى سؤالك نعم نحن مع أن يكون هناك العودة المياه إلى مجاريها نحن مع أن يكون هناك إصلاح ما أفسده الدهر وتركيا ترحب في فتح قنوات للحوار وحل المشاكل العالقة وتركيا ترحب كثيرا بالتقارب الموجود ولكن ينقص ذلك هو ما يسمى المصداقية والنوايا الحسنة هل هذا هو السبب الحقيقي؟ هل فعلا التقارب حقيقي؟ أم هو استباق الأحداث مجيء بايدل لمحاولة إغلاق ملف خاشقجي؟ هل هو استباق الأحداث لتطبيع سريع مع إسرائيل؟ اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة